جدينا الكرام يعني مواقف بصراحة مشرفة جدا لفقراء مصر ولشعب مصر المواطنين المسطاء اللي بدأوا بالفعل يتحركوا ويخرجوا عن صمتهم والأسئلة الكثيرة التي تدور في أذهان الجميع موقف الشريعة الإسلامية مما نفعل اللي بيحصل دوة هل هناك حماية في الشرع تحمي المواطن المصري عندما ينزل إلى الشارع ويطالب بحقوقه ويطالب بالقصاص ممن قتلوا الأبرياء وممن سجنوا الأحرار داخل السجون والمعتقلات وممن نهبوا ثروات البلد يدين له علاقة باللي بيحصل ولا ملوش زي ما بيخرج شوق جمعة وبيخرج مختار جمعة وشوق علام ويسخروا دار الإفتاء ويسخروا وزارة الأوقاف للحاكم المتسلط عبد الفتاح السيسي ويبدأوا ينتجوا فيديوهات ويحسسوا الناس ان اللي بيحصل ده حرام ويحسسوا من اللي بينزل يطالب بحقه ده إنسان غلطان إنسان عايز يهدم البلد ويجيبوا أدلة من الدين والشرع ليس لها علاقة بما يحدث احنا عايزين نقول ديننا اللي بجد وشرعنا بجد موقفه ايه من اللي بيحصل في الشارع المصري وتلك الانتفاضة والتحرك والشرارة التي بدأت لاستكمال أهداف الثورة خلونا مشاهدين الكرام نحاول نتكلم مع فضلة الشيخ عصام تحديدا أول حاجة كده رأيك فضلة الشيخ فيما حدث وفي المشهد نفسه وخروج الناس للتعبير عن أراءهم وعايز أوري لحديتك الفيديو ده ونشوفه مع بعض ثم نعود للتعليق تابعون موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايام الاعتصامات وايام التظاهرات وايام النزول المطالبة بالحقوق الضائعة كان كل واحد يسأل لجنبه يقوله ربنا راضي عننا في اللي احنا بنعمله ده احنا شرعا جائز اللي احنا بنعمله ده ولا غير جائز خاصة بعد خروج ابواق دينية بمؤسسات دينية كبيرة باستثناء مؤسسة الاظر حتى هذه اللحظة بيبدأوا يعرفوا الناس ان ده تخريب وان ده تدمير وان ده لا يبشره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وسلم رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد لو كانت هذه المظاهرات السلمية تخريبا فمعنى ان مظاهرات تلاتين يونيو التي جاء بهذا الانقلاب العسكري هي اكبر تخريب نعم فاين موقف هؤلاء الذين يدعون الشرع من هذه التظاهرات تمام يعني تلاتين سبعة تلاتين ستة حتى ثلاثة سبعة اي ما كانتش السلح لستستخدم ايو تمام ناس في الشوارع هذه الايام الثلاث خروج هؤلاء الذين طالبوا بعزل الدكتور محمد مرس او انتخابات رئاسية مبكرة نعم اكانت تخريبا اذا كانت تخريبا فاين كان موقف دار الافتاء وبقية المؤسسة الدينية ده نظام جاء بانقلاب بدبابة مدعيا او بشكل التظاهر تمام بصور تلاتين التظاهر طيب نظام جاء بالتظاهر كيف يجرم التظاهر معنى انه الدعاء وتلاعب بالشرع والدين وبالقانون وبمقدرات الدولة نعم الامر الاخر لا يوجد في شرع الله ما يمنع الانسان ان يتظاهر تظاهرا سلميا مشروعا ليطالب بحقه اذا سلب منه هذا الحق نعم والشعب ما سلب منه حق واحد بل معظم الحقوق سلبت منه نعم واذا كانت هذه المظاهرات تخريبا وهي تظاهر سلمي فهدم البيوت والمساجد وقتل الناس في الشوارع بدم بارد ماذا يسمى الا يسمى حقيقة الارهاب ارهاب الدولة والارهاب السلطة للشعب السلمي الذي يتظاهر تظاهر سلميا فمثل هذه الابواق لم يعد للناس ثقة بها ولم يكن للناس ثقة بها اصلا نعم يعني الناس تسمي مثل هؤلاء المشايخ الملاكي مشايخ الامن او المشايخ الامناجية ايه او مشايخ امن الدولة او يسمون زي ما يسمون بكم معظم المسميات ده مختار جمعة عمالي يطلع في تصريحات وعمالي يقولك القضاد مش عارف ايه وبتاعه والمساجد محدش يتجمع فيها الا للصلاة السؤال 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 اين لم يخف على نفسه مختار جمعة وشوق علام وعمر اديب واحمد موسى وكوري البرتيتا دي مين لا يخاف نعم يعني في النهاية اين لم يخف هؤلاء على مكاسب اصف الصورة الاولى صورة يناير ايه الناس كانوا صيبين نعم هم طلعوا لك كنا مجبرين وكنا مش عارف ايه وقعدونا في البيوت والواد كان يعني راكب البلد الواد مش عارف على جمال مبارك ايه طبع المراضي هتبع حجتهم ايه مثلا ده انتوا بررتوا للدم ودعيتوا للدم ودعيتوا للإقصاء وخراب البلد وكان الوحيد الرابح انتوا مالا والخسران الشعب فهم عارفين المراضي الفورة بجون ايه ما فيش فيها عفوا معناه مش قاعدة في البيت ده اذا قاعد في البلد اصلا ايه فالمراض طبعا بالنسبة اليهم اي خروجة تنهي على هذا النظام وهذا الحاكم تحديدا السيسي وعلى نصر السيسي مش جه فقام مثلا جاب نخبة مبارك وعلى لا ده راحت رادم على عهد مبارك بنخبته صحيح ونخبة مبارك كانت عائلات تتفق تختلف لا المراضي النخبة اللي هو جايبها جاب نخبة ناس من الشارع صيح عملهاش اي وجود ولا تواجد ولا امتداد تاريخي ولا واقعي وركبها على الكل فده كمان عمل عنده احتقان حتى من دولة مبارك ورجال دولة مبارك والطبقة والنخبة التي تكونت في عهد مبارك فهنا في المراضي وعن الهيج المرة الجاية خلاص كل دول انسف حمامك القديم ايوة طيب شيخنا يعني دلوقتي الناس بتسأل هل دلوقتي الشروط متوفرة فعلا للخروج والنزول للشارع والضغط اللي حصل على الناس يعني الشروط مش فاهم شروط ايه يعني الاسباب خلينا نقول الاسباب الاسباب طمام اللي بتخلي الرعية تنزل بقى الاسباب لا تعتمد على فتوى شيخ الاسباب تعتمد على الناس يعني الشيخ هيقول لي الاسباب ايه متى تنزل في التظاهر السلم التظاهر السلم بتنزل في الوقت يعني انا دلوقتي في راعي وهناك رعية في اسباب للرعية بتجيز لي عن نزول هل توفرت هذه الاسباب توفرت كل الاسباب كل الاسباب توفرت نعم لقمة العيش فين ايه العمل فين البيوت فين الحق الخارجي طررانه صنافير والغاز فين يعني هو فرط في الداخل والخارج طيب ايه اللي باقي حتى الدين الجامع بتتهدم طيب لما نرجع شيخنا للتاريخ ودائما منقول ده والخطباء بيقولوا على المنابر ودائما بيستشهدوا بالوقاع عديث الشهاد رائع جدا لما نحاول قراءة التاريخ الإسلامي نجد مثل المعتصم وهو كان أحد الحكام حرق جيش كامل لأجل امرأة واحدة انتهكت عرضها أو تلعب الكفار بثيابه طيب اللي بيتعرض له النساء دلوقتي والرجال والشيوخ واللي في المعتقلات وفي السجون واللي بيروحوا يزوروا أمام السجون والمعتقلات ألا يحق استنفار الشعب من أجل هؤلاء مثلا يا شيخنا يعني شوف أولا إذا كان الشعب يتحرك عشان ألام غيره فده سبب لكن أصلا الشعب انت بتدور ليه على أسباب غيره وهو عنده الأسباب اللي تكفيه يعني أصلا لو ما فيش في الشعب الشعب دعايش مرغد منعم مرتاح زي الفل بس عنده ناس معتقلة بالظلم ماشي ده سبب يحرك إذا هو عنده أسبابه الشخصية لتحركه لماذا نبحث عن أسباب غيره يعني كل طلعين دول ممنونش ولا معتقل يعني الأولاد دول ابو معتقلين لا بيتهد فأنا ليه أبحث عن أسباب سياسية هو عنده الأسباب الاقتصادية والأسباب العلمية والأسباب الاجتماعية والكل أسباب فأنا ليه أخذ أختزل الحراك في فصيل أو فئة ماشي وهو البلاء كلها منتهكة فبس مش محتابة الأسباب دي كلها طيب الناس بقى اللي نزلت دي يا شيخنا الجيزة سهاج اسكندرية القاهرة الناس اللي موجودة معنا على شاشة دي ربنا يا رب بيزيد ويبارك كده ويثبتهم ويحافظ عليهم يا رب بيسألوا دايما مصرهم يا شيخنا إذا نزلوا للتظاهر وطلبوا بحقهم زي ما نزلوا كده أصابه أذى تعرض للموت ده مصيروا إيه يا شيخنا من قال إن الناس تعرض نفسها للموت لا بد أن يحافظ على نفسها أولاً فإذا ما حافظ على نفسها وكان من أمامه وتجبر فمعنى فالقاتل في النار والمقتول في الجنة يعني إذا مات أحد المتظاهرين وهو يطالب بحقه فهو شهيد ده ممكن يصل لسيدنا حمزة كده لسيد الشهداء زي ما بيدفع عن عرضه وبدفع عن بلده وبدفع عن ماله الأحاديث وضيحة في هذا الحق من قتل دون مالي فهو شهيد من قتل دون عرضي فهو شهيد طيب وسيد الشهداء الحمزة رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى وفقتله نعم تمام فمسألة واضحة نحن لأ من يعيش نصوص دي بل إن من كثرة ما ذكرناها إنما إحنا بنقول يا جماعة النهاردة الناس من غير ما تحفزها دينياً ولا غير الناس نزلت أيوة بس فيها شيخ الحديث يرجعوا الشاكيكو يا شيخنا في الكلام يقول لك هذا الحديث بيتم إسقاطه على غير الواقع بيتم إسقاطه على حاجة غير صحيح اللي هو إيه بقى اللي هو إيه الواقع هم بيحاولوا غيره أيوة هو الواقع الناس بيطلعت عشان إيه عشان طالب بحقها بس شكراً نقطة ناول السطر نقطة ناول السطر طيب ما الناس تصبر لا أصبر إنت حضرتك صح أصبر إنت أيوة أصبر إنت وعنى إنت ما صبرتش ليه على سنة ما صبرتش ليه على سنة ونص سنتين ونص الصورة اللي كانت حكمة فيه أيوة السنة ونص بتوع المجلس العسكري وإيه السنة بتاع دكتور مرسي ما صبرتش ليه نعم وكان فيه صندوق والناس بتختار فلا يعني بص يعني مثل هذه الحجج لم تعود تنطال على الناس الناس دي محتاجتش فتوعة سنتنزل الناس دي نزلت من واقع ضميرها ولو الشيخ قال لهم ده حرام هيمسكوهم ما يهرسوه ولو لا ينتع الحرام نفسه طيب فيه ناس دلوقتي بتقولك احنا خايفين مش هنقدر ننزل لكن نقدر نغير أو نقدر نشارك بأن احنا نكتب بنتكلم هل ده بينطبق عليهم اليد واللسان والقلب وذلك أضعف الإيمان كله إنسان بما يقدر مش قادر في بيتك يا سيدي شارع داخلية شارع وحياء ومحلات روت وتحت وبين كر وفر أيها المشكلة بين كر وفر تمام بس يعني حياتك دلوقتي وهم الدبابة ولمصابة شارع تخش من الشارع الدقة دي طبعا يا سيدي من البلكونات وأفاو البحض أيها من الصعبة يعني يعني حياتك دلوقتي بترتب الموضوع للناس شوف كل وسيلتين حافظوا على نفسكو رقم لازم تحافظوا لازم تحافظوا على نفسك تمام خلاص بل يا عمي إلبس الكمامة لإنك كرون نفس الناس تلبس الكمامة وإداري وشك وخلاص وينزل بالعدد الكبير والتصوير يبقى من الخلف زي ما كنا طبعا أنا متوقع بعدين أقول لك يا جماعة طبيا نخذوا بالكم عشان كرون بس لكن الاحتفالات التي كنت عشان السيسي ما فيش كرون ما فيش كرون صحيح اللي عشان المباريات والاحتفالات والجواز والطلاق وغيره والاحتفالات الاجتماعية عاد طيب بشكرك شكرا جزيلا لأشيخنا